طيب طبعاً كاسبرش مايكل واحد كنت هقوله في حتة نجوم الفريق لعب نيس طبعاً وحامل اللاخب اللي احنا كن نتكلم عليه من شوية مع لستر هو حارس المرمى لدنمارك ووليفر كريستنسن دنمارك داخل لمستغرب كاسبرش مايكل لستر يسابه هو كان عزي يمشي اه يعني هو لطلب الرحيل وبيلعب في نيس طبعاً بعد عن توتن هام هو قرار صعب اوه طبعاً انك تطلع عن توتن هام تروح للدور الفرنسي مش هزين نقول بنقول عليه ايه بس تمام اريد اقول حاجة قبل ما نخش على المدافعين فرنسا احنا مكلم على فرنسا عشان بوضوها في نفس المجموعة دنمارك عامل لها عقدة كبيرة جداً يا كريم سبع منشاط متتالية سوري على مدار سبع سنين فرنسا مش قادرة تكسب دنمارك اللي هتلعب معه في نفس المجموعة دنمارك نجحت انها هتكسب فرنسا في مرتين في دور امم بي مرتين في يونيو وفي سبتمبر في اخر بلقائين انت داخل نفسين قدام فريق دنمارك خسران منه وبالك سبع سنين بقت عقدة ليهم مش عالف تكسب دنمارك طبعاً فدي حاجة هتبقى مهمة جداً الناس تلاحظها في مباريات المجموعة دي خش على الدفاع بقى على طول طبعاً هنا وده برضو انا حطه احد من جمع الفريق كاير هو قائد الفريق كابتن الفريق وكابتن فريق ميلان طبعاً نفس الكلام احياناً بيخد القيادة في ميلان وهو كابتن فريق دنمارك كاير قبل ما نخش على مدفعين سريعاً يا كريم على البقين هو قائد معنى كلمة لو نفتكر اللي حصل ليه اريكسن فيه لما سقط في الملعب ويه توقف قلبه ابداً عن النبضه والناس قالت خلاص هو انتهى يعني اللي قام بالعملية والمشهد العظيم اللي شفناه وساعتها خدت الدنمارك في جوائز في جوائز الفيفا افضل افضل فريق يعني قام بالعملية دي افضل روح يعني جمعية للفريق هو اللي عمل السياج حواليه ومنع ان حد يشوف عشان اهله بيتفرجوا في المدرجات فكير قائد معنى كلمة الحقيقة وثبت ده في الحصل لأريكسن يوكيم اندرسن ومالي وكريستنسن طبعاً نجم برشلونة وراثموس كريستنسن ده العيد تاني بنفس الاسم نجم برشلونة او يعني اللعب برشلونة يعني قبل الاصابة كان بلعب اساسي نفسه مش صفقة عبطة حالاتي مستغرب برشلونة انه ضمه بصراحة برشلونة ضم كل اللعيبة اللي في الدنيا وبرده زي ما انت شايف لارسن فيكتر نيلسن ودانيل واس ده بالنسبة للدفاع وسط الملعب بقى في نجوم شوية وسط الملعب حلو اه وسط الملعب عندهم شوية قسامي في نجوم للفريق ديلاني وماتيس يانسن كريستن اريكسن طبعاً نجم يونايتد يعني الكورة فيها كل حاجة من واحد خلاص واحد فقد الحياة فقد الحياة نهاردة ركيزة توقف قلبه سبحان الله كان انتهى فعلاً ركيزة في يونايتد وبيلعب كس العالم هنشوفه كس عام 22 هذا الحياة مرة أخرى لعباً مهماً لايه الدنمارك بير ايميل هويبرج طبعاً لاعب توتنهم أبرز هتلاقي الأسامي النجوم بجد هي اريكسن وهيبرج وكاسبرش مايكل وكريستنسن زي ما احنا قلنا طبعاً أبرز أربعة طبعاً وشال لكم بقى دول بلعبه في اندية طبعاً يعني كبيرة كبيرة بالزبط عندنا اندريس سيسكوف اولسن ولينستروم وكورنيليوس وبريثويت طبعاً لازم يعني أعتقد لازم يتاخذ عشان أوبشن مهمة في الهجوم ومعندهاش الأسامي على القدر يعني الدنمارك كاسبر دولبرج ودامسجارد وجونس ويند مدرب بتاع الدنمارك هيملند بقالهم بقاله معاه من 2019 هيملند لما قام الاتحاد الدنماركي بالتعاقد معاه كان جايبه من مينز وكان دنمارك الفعلاً استفاق الحقيقة نعم نعرض المعلومات دي بقى كده وقاسم بيكلم يعني تعاني أريدها مش لازم طبعاً تأهل خمس مرات أول مارس 18-80 من مكسيك خسم أسبانيا 5-16 لو ناس تفتكر الهزيمة دي في مباراة بما أن برضو الاتنين لازم نقولها الاتنين في نفس المجموعة انت عارف في أولمبياد لندن قدل في 908 دي أكبر نتيجة في تاريخ المنتخبين بين الدنمارك وفرنسا عارف دنمارك كسبت فرنسا كام ساعتها كام 17-1 يعني أنا لو مواطن فرنسي يستخبى يا إما لازم عمل أيا حاجة فطبعاً بأنهم مجهات تاريخية جداً من زمان من القرن الماضي والقبل الماضي طبعاً طبعاً ربعاً نهائي كلنا فاكرين وكانت الفرقة اللي فيها يوندل تومسون طبعاً المبارادي وبرازيل راح طبعاً النهائي قدوم فرنسا وخسرت 3-0 كرة بنتكلم على طبعاً راحوا نسخد كوريا واليابان كانوا بيطلعوا دايماً بدري من 16 طلعوا من إنجلترا ثلاث أهداف في 2006 ما راحوش رجعوا في 2010 خرجوا من دوله مجموعات ورجعوا تاني في 2018 النهاردة بيرجعوا دي بقى النقلة اللي بقولك عليها مع المدرب هوملند إنه بعد مستقطبه المدرب في 2019 من مينز في نقلة كبيرة أوه في منتخب دنمارك النهاردة نتكلم إنه آخر تصنيف للفيفا في أكتوبر الماضي اللي هو الشهر اللي فات اللي آخر تصنيف بتقفل عليه مستوى المنتخبات اللي داخل كأس العالم كان في المركز العاشر دنمارك هو عاشر أفضل منتخب في العالم بعتقد إنه رقم مهم جداً متصدر هذه النتيجة لكتبه لك أولمبياد لندن أكتوبر 1908 النهاردة كمان بيتصدر طريقة التأهل إنه متصدر مجموعته في تصفاته الأوروبية دي النقلة اللي حصلت مع المدرب زي ما قلتلك ما قدرش يكسب العقدة دنمارك الفرنسي أصبحت عقدة دلوقتي سبع مرات مش قادر يكسبه على مدار سبع سنين وطبعاً آخر حاجة كانت في أو دور الأمم الأوروبية خسرتين في يونيو